نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في سيتي سكايلين اليوم أبقى أزيد الصناعة البترولية اللي عندي أنا عندي بترول سوينا بس عساسي لبل نجمتين بس النجمتين ما يكفون بعد الحين نحن محتاجين في الصناعة البترولية خلنا نروح الصناعات البترول الرق البحري أين أنت الرق البحري هذا محتاج لبل 5 نحن الحين نبقى ننبل صناعة البترولية للفل 5 الحين عنا نحن لفل 2 قريب لفل 3 مفروض على طولي لفل 3 لان الانتاج واصل بس باقي عدد الموظفين اللي كنا نحن متبعين حاليا الشوارع الصغيرة وبعدنا بنتبع الشوارع الصغيرة فشو بسوي بنوصل شارع صغير ثاني بنسوي منطقة تناكي غير بعد بس التناكي مكانهم سيئ يمكن اسوي منطقة تخزينية ضخمة هنا مزرعة تناكي وعساس نفتح التانكي العود محتاجين فور ستار وعندهم الشبكة الخاص فيهم اللي راح نستعمله اول شي راح اسوي اوفر لهم البنبات الاكبر شوي اللي هي فتحناها قبل حطينا ثانين في واحدة من الحلقات تذكرون بحطي واحدة هنا ووحدة هنا نزين الشاي الثاني اذا بقى اسوي لهم سكن بس السكن هنا متسم بااااا مثل ما تقولون شوي تكسك فبحطي السكن ما لهم هنا تحت الشارع مولهم ما راح يكون صناعي كأن يدخلون منطقة يا ديدا بس سوي لهم شارع في حشيش من باب التغير الشير أردي عندهم هذا راح يكون سكنات والإدارة راح أنقلها من هناك من هذا المكان لينهني عرفته وعلى أمل أني ما أصطر أني أحطي أي شيء ثاني هنا خلال الفترة القادمة أول شيء خلنا نشوف قياس السكن قياس السكن هذا بسيط كل اللي بنسوي بنضيف هني كله في الاندستري آريا هذا وبنحطي السكن هني عسى بنشوف شو قياسه ما شاء الله الفلوس عنا ترى طيبة خلي اللعبة شغالة نساعة زيد ثلاثة مليون على طول على طول الحين نحن بنصنع بلاستيك شوفوا أخبركم الخطة عساسا نحطي فاكتري ولمصنع حق الألعاب نحن نضح بلاستيك ونحتاج ورق ورق ما بنسوي في أشياء ثانية محتاج بلاستيك ومحتاج شو بترول مكرر اللي هي تنتجنا أشياء حق البيت عرفتوا فبنبدأ ننتج أشياء حق البيت وبعدين بنشوف المصانع الأكبر شوي 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 بنسوي زعف بس خلونا في الصناعة البترولية أول شينا بنوفرة مثل ما قلنا لكم خلنا نروح هني نسكر هذا مسكر عيد ليش خليني أبني غصب خلنا نسكر كنترول إي أفضل نحطي الطريقة هاي جنب بعض ثلاث سكنات بالطريقة هاي ثلاث سكنات بالطريقة حين بيلعوزني خلنا كنترول إي أوكي خلاص نزيل ثلاث سكنات في عندهم مي عندهم مي نزيل هذي السكنات البترولية حلو بنحطي شبك بس الشبك اللي بنحطي لهم عايش ما يقول شبك أحس أني بس ما علي بنحطي منطقة هذي بنسكرها كامل حق سكنهم عساس أنه ما حد يدخل السكن يمتد لين هني يمتد لين هني وبحاول أسوي لهم شي فوقس بشلب ممشى نزيل وبنحطي لهم هني سكن نزيل هذي سكنات الناس والموظفين البترول الموظفين تعرفون فيه مهندسين فيه هذا فيه ذاك فيه عالم عالم البترول عالم بحد ذاته ترى بعد لا تتهينهم فيه بنسوي سور بالطريقة هاي عسب ما حد يتطفل عليهم ونعطيهم خصوصية جيدة في المكان هذا نزيل وبني بالشير اللي عنا وإن أنت شجرتي اللي حق هالسيزن هذا ولي حق هذا الموسم طبعا الشير زيادة بعدين نقدر إن شاء الله وإنتوا عارفين الشغلة فبنسوي بالطريقة هاي عاشين فيه مكان فيه على الأقل الشير أوكي هذا المكان الجانبي على الأغلب راح يكون فيه ممشى بس الشارع الشارع بنمدة طريقة هذي والطريقة هذي وبنحطي لهم الشي اللي أحب أحطي حق الصناعات الألعاب اللي هي نفس كرة السلة بنحطي لهم ملعبين كرة سلة وعند الملعبين هاي اللي بننبلهم الرصاصي الممشى الطريقة آه هذا الممشى ما راح يركبه هني صح بس عادي نقدر ندخل فاما وراء يعني نسوي حركة موهية إنه عندهم ممشى بعدهم عندهم ممشى هني وملعبين كرة سلة خلهم يستنسون نزين الإدارة الإدارة بعد بتيهني خل الناس اللي دان في الإدارة عند السكن خلاص براية خل ندلعهم شوي الإدارة نزين الإدارة المنطقة البترولية هذي راح نقلها من هني لين شكل هذا أفضل هني الإدارة مال المنطقة نفسها طبعا إدارة تعرفون أنتوا دور ومور موظفين وهذا إلى آخر يكون عندنا لها مكان جيد هذا خلالنا هنا مساحة الآن نحن ثلاثة نجوم اللي نحتاج نوصل للعمال شوفوا لأن من زمان نحن يوسي نمشي نسوي أشياء ثانية مثل ما قلت لكم يلبل بيحتاج بس 550 موظف حتى لفور فخط يعني ما راح يحتاج أكثر وهذا ممكن نحن نوصل يعني أصلا عندي مكان حق 700 عامل أنا نزين لفور راح يفتح عندنا التناكل الكبر هالتناكل راح ألغيهم ونسوي هنا ممكن منطقة صناعية بترولية أو شي من هالخبيل لأنه راح ارتكز في إنتاج البترول بحاول ارتكز فيه على منوع على البحر مش على البر خلا نسوي شو رقوق بحرية لكل التجارات نحن قاعد نسوي ها شو بري لحظة وين صارت المنطقة نزين المنطقة الحين هني الحين اللي بالنا في لفل ثري عندنا هني في الصناعة فتح نا بترو كيميكال بلانت اللي هو يحول بلاستيك كروت إلى بلاستيك وعندنا اللي فتح اللي نحول له فقط والحين فتح عندنا على الليفل فور رفينر يعود ورح يفتح عندنا عقب نفتة كراكر هذا ما أذكر شو يسوي لهم منتجات بترولية وعندنا الأفشور نفسه طبعا أتصور الانتاج بعد عالي أصلا أيوة الانتاج أصلا خارص النواية كان يبقى نموظفين ننزل هالمنطقة رح نلغي شوارح أول شي رح أيب الشارع تخزين الشارع رح كل يكون شوارع كبيرة شوي نزيل الشارع رح يمتد من برع ما بوهم لا إذا طلعوا برع وده شو رح عاد مشكل صح نقدر نسوي هاي منطقة بترولية تخزينية أو عند لن بسوي أنا بحري صح يعني مثل ما تقولون في البحر لا تصبر عندي تغطية هنا أي مطاف أي شي أي كفت لا ما عندي تغطية فعلية ممكن نشتغل على الموضوع باركنات هذه خلاص ما نحتاجها لأن ما في حد هنا خل نشلهم من مكانهم ونحط باركنات للأدمن غير هنا عقب جدام أم مكان مكان حس شرط أزخ كان في حرم عندنا هنزين هنا راح يكون إن شاء الله يستوي مكان تنكي العود إن شاء الله ما يستوي مكان التنكي العود صبر أو ولا بعد مسافة تنكي العود مش هينا مبهين أبدا بس هذا الشارع ممكن نستغني عنه ما عندي مشكلة نحنا ضمن نطاق منطقة بترولية طف نزين بسوي التناكل الكبار خلنا حطي واحد وشوف شكل المكان أوكي أفكر فكرة ثانية من بلغي هالشوارع أصلا بيكون مصانع صح أبيون من التنكي للمصنع يعني إذا أيب شارع تجاه واحد من هنا حلو الطريقة هاتي نوعا ما راح أسوي مشاكل زين أسفكر في فكرة بس الفكرة ما راح تكون نفس ما أنا تخيل شو بسوي بسوي أبغريد هاي الرايح راد خبر شارعين راح أسوي لهم مشارع خروج يعني في المشارع ذو اتجاه واحد غير موصول ورا من هنا يبدأ وحب فوق ما مشكلة يعني لين يعني يطلعون من هذا الاتجاه ونعكس اتجاه هذا الشارع بتعرفون قصدية الحين يوم يوم ببدأ بتعرفون أنا ليش كأسوي هذا كله نزيل بنبدأ من هني لين هني بس حق الشكل يعني وهو يقول ان ما في بداية الشارع بس بيكون في بداية نزيل والشارع يروح من هني لين هني وهذا بيكون بالعكس معكس ممكن نتركب على هذا الشارع بالعكس بنحطي هذا هني اوكي بنني بتخزين ثاني بالعكس اوكي نايس زيل الحين هذا الشارع الحين نقدر نشله شوفوا هاي الشارع نقدر نشله الحين بننيم شارع ثاني من هني نفس العملية اللي سويناها بنحطي تخزين بالطريقة هاي بنمد من خلف الشارع اتجاه واحد و بنشله بنحطي على اليمين اذا ما ستوا بنحطي على اليسار وبننيم تخزين اخير اوكي يا الله هل الفصل اسكيب هذا يخارني ننزع الحين بيوصل لهم كهرباء بعد ونفس الشي بالنسبة لهالشارع نقدر نهدمه شوفوا بس توع عنا شارع تجاه واحد يخدم تناكي الضخمة التنكي كم يشل 600 برميل هذا كم يشل 300 برميل الحين هذه بفتكمن الزحم اللي هني ما باهم خلاص شوفوا أنا اللي ما باهم الحين علي يوفر 800 وظيفة راح توفر ما عليكم عند هاي الفوق راح يكون في مصانع المصانع نفس الشي بيمرون صبر أنا آسف أنا آسف أنا آسف بالشارع اتجاه واحد نفس الحالة الفكرة هي الطريقة هاي شارع اتجاه بالطريقة هاي شارع اتجاه بالطريقة هذي وبنيب من الوسط تقريبا الشارع وبنهدم هذا الاتجاه من الشارع زين هذا راح يركب فيه مثلا مصنع الليديد للبترول شوفوا واحد زين والنيب واحد من اهنية اتصور انه مفروض يركب بالطريقة هذي شوفوا والنيب مصنع ثاني ما بيركب بمية بالمية صراحة ننبي نقص حبة وحدة نقدر نشل الشارع اللي هني ونزيد حبة بالطريقة هاي عرفت اشوف عزيزي المشاهد هاي كله لازم في حسبات تدخل في الموضوع الحين هذا الشارع لازم يكون عندي شارع رأيسي الحين صح لان انا هاي قاعد شو سي في قاعد ألغيهم وقاعد أخرب المكان ترى عاليا خربت أبو المكان نزين نزين مو مشكلة شوية هاي ممكن يستوردون ترى اللي ناقص لهم بس بحط يكم رق كبير هني في الزاوية بس نزين الحين عندي هذا الشارع خلي مكان وسيع شوي يطلعون منه و مع السلامة لان بيكون في مخزن ثاني مخزن ثاني فوق حق شوي خبصة تحسون بس هذي وفرنا تضارب ما بين الناس زين انت ناقص ماء ناقص كهرباء ناقص كل شي مو مشكلة كهرباء مقدورة عليها انت كهرباء عند النوية انت كيف ناقص الكهرباء ما تستحي يعني زيرو لاحظة ليش مكتوب عنكم الكهرباء ليش لاني اذا قطعت الكهرباء عنه هني الكهرباء بالعكس تنقطع لان الكهرباء ممدودة بالعكس من هنا يبت العيد مونس خمس ستين الف قل 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 كم اربعة الاف طلعوا انا 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 يبت العيد يا الله يا الله اسمي انا يبت العيد يا اللعبة هاي مرات تغلط خلطة انا فيها الهيد انزين كهرباء عنها الحمدلله 1500 مقاوات انزين الحين بيقولنا ها شارع مش موصول انا فاعم انزين الحين هذا تعالي يا صديقي قاعد انت سيدة اقدر احطي مصنع ثاني منك يقاعد بعد سيدة بنحطي اربع مصانع منك انزين ابي نقسم يا الله انا اسف انزين ابي نقسم طبعا وظائف الحين معدي نزلت الوظائف ارض انا في منطقة وحدة اللي هي الصغيرة هذه غير عن تخزين الموت راح تكون بعض الحقول البترولية البرية نزين بنسوي خط واحد سيدة الخط هذا ينزل يا اصدقائي اهني اوكي بنحط في بنبات الاكبر بس خلنا نسوي عفوا هادي اندستري اريا نزين بنحط في بنبات واحد اين ثلاث اربع خمس ات اي بنبات مش كفاية هاي ما بعد الكفاية تعرفوا شو ما بعد الكفاية زين نيب كهربا انوصلها بالمدينة من اهني من زين هذا معنا نحن لحن عنا مش بظائف ضخمه بس كل واحد ياخذ ثلاثين وركر هذا بيمفرض ينطلنا تسعمية رجعنا شوي ننتعش خلو انف شوفوا الف و خمس و خمسين هذا بيسوي انتعاش ضخم في المنطقة هاي بس الميز الموضوع ما يقدرون يمفيون دين هني ترى يتلعوزون نزيل الحين بس خلونا نرتب هذا الباقي كله بالفرشاء الحين بنرتب الصبر كم نزيل الحين شي الثاني نبا نحن سوينا جل مصانع اللي سويناها هاي اللي هي تحول البترول يوم حلو المصانع اللي بعدها نبا نسويها اللي هي تسوي بلاستيك بنحطي مصانع بالطريقة هاي ومصانع يا سلام ركب دايريكت ركب دايريكت نزيل على طول الركب عندنا بس لازم نعدل الارضية لنارضية هني لازم تكون كامل اسمنتية مصانع وارضية هاي ما تنفع خلو هالشارع اللي يقول انا ما درشو فيها خلو براي ما مخلص بيخلص مع وقت تماتيك شوفوا الحين شو سوينا نحن سوينا بالطريقة هاي وفرنا الجمعة الضخمة من الوظائف ترى الوظائف اللعبة تسوي شغل زيني الحين نبا نحطي منو تناكي والله يبالنا من زرعة تناكي غيرهم ترى احتمال هاي يتعبون بعد هاي ترى وايد مش شوي يعني انتم مستهنين فيه بس هاي ترى كمية مصانع مش شوي كمية ضخمة يعني بتسوي زحمة في المكان طيبة نزين الحين اقدر اسوي مجموعة مداخل صبر انت تعال مجموعة مداخل كيف نطلع من هني شارع وندخل هني شارع عفوا ابوات تجاه واحد اوكي وهاي يتسوي مدخلين ليش اللي يطلع من التنكيب هذا المصانع اللي بمنهني خلاص واللي بيروح سيدة لهم مكان شوفوا انكم ما تحسون اكثر شي عملي بس ترى زحمة قاعد تمشي بشكل جميل هذا اهم شي الشي الثالث نحنا فتحنا المنصة البحرية منصة البحرية لازم نهتم فيها شوفوا طريقة هاي خلونا ناخذ الفرشاء العودة نسوي المكان كل بترولي وناخذ فرشات الموارد نحطي على البترول و لحظة خلنا نسوي منطقة كلها بترولية اوكي شوفوا الحين يوم بنيب نشيك عليها بترولية ضخمة من الخاطر نحطي هاي كم ينتج سواله هذا ينتج بلاتفورم ابكي بمئتين دولار ينتج 11200 برميل في الأسبوع يعني اذا احطي اثنين نظريا يكفيني مفروض فترة طويلة خلونا نحطي شارع بالطريقة هاي بعد شارع تجاه واحد واللي يدخل من هني آآ لا هني لازم الشارع بالعكس اللي يطلعون من هني يدخلون في التخزين ما لدي علي لفلف في الزحمة فأنا نحط اله بعد ل نسوي بالعكس على طول ينا التخزين نزين الحين ما بنسوي المين نفس هناك ما نسوي المين هذي واحد الاثنين نفس هذا زين الرصيف نفسه لازم ندق عليه شو رصيف نفسه دخيل تلك 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 كنترول اتش حق هذا نبع ايو لك كنترول اتش يعني دوات هاي نزلة نظامية نوعا مع شفت كنترول اتش شوفوا ستوا مين النظامي بس باقي شوي نسوي الشارع بطريقة هاي كنترول اتش خلى نفس هذا هذا كنترول اتش نفس هذا ااا لا اي لا اوكي اوكي دي هذا هني كنترول اتش نفس ربيعك نزل هذا هني اوكي هذا ركب اوكي ركب اوكي ااا انت ليش ما نزلت ليش ما نزلت هلا نزلك شوي مو مشكلة اوكي هذا اللي ما نزل صح رول اتش نفس هني 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 هذا هني بالطريقة هذه نعدله سواء عندنا شارع يروح على المحطات بس في شارع عوي وبس هذا هذا اللي مدني هنزين الحين صار عندنا شوفوا يرد يخترب بطرف واحد لازم يرد يخترب رول اتش تعل نفس هذا اوكي ها ممتاز الحين صار عندنا مصنع باترولية ضخمة ترى هاي الانتاج ضخم ترى لا تستهين فيهم الانتاج جدا ضخم رقوق هاي مش 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 مزاح يعني انتجون هاي الانتج ستتعش الف برويك واو واو نزيل نبل مصنع العود الحين كان عندنا مصنع عود بيفتح صح وانا بها كرفان ستوريج نفتع كراكر بلانت العود ايوة عبة آه هذا كل الشارع لازم يكون له الشارع نزيل نفتع هذا يسوي بلاستيك بعد هذا يالله هذا بلاستيك زين معناه بحتاج مصنع ثاني عود حق شو ويس ريفوين آه هذا ما يستوي إلا من هاي الصح ما يستوي أكبر ما في أكبر ما في أكبر هذا بس كم انتاجه 4000 per week هذا كم 8000 per week اوكي انا بنستعمل هذا عساس يخسرون بترول كامل نزيل وفي المقابل هذا يجب نطلع للشارع من من هنا طريقة هذه ونطلع الشارع بالطريقة هذه على أمل أنه يركب بعد الترا على أمل هاي هاي كانت على أمل شوي هذي كان صح نفتك ركر أيوة الطريقة هذه الحين صار عندنا صناعت راها وايد راح انتج لنا مشوي وايد بلاستيك نزيل واحدة مشغلات اللي نقص المنطقة الخدمات الخدمات طبعا هني راح نسوي بالطريقة هذي ونوصل فيك شارع يا حبيب القلب نشوف تبا بوليس عاوز شرطة ونبا مطاف بخلي فراغ ونبا عيادة حكم وحكم ربعهم اللي فراغ واحد ونبا سماتوريوم سيربس بيكون هنا مع مقبرة حقول بترولية حرام لكن خبيح بيكون نزين وبني عند الصناعة نفسها بنحطي لهم الحاجز ما لهم نزين هذا بيحتوي مجموعة أشياء يعني أول شي نبا باركنج هني الباركنج اللي هو هذا باركنج بعد صدقون متنس ديبو تعفون أنا عندي أنا نزلت باركنج مو مشكلة خليه يكسر أصلا ها شارع غير عن شارع نركض بغير نزين بنحطي لهم شو عندهم معدات عندهم دنيا عندهم أي شي عندهم وتبر يبوني باركنون وخلهم يباركنون ما عندكم باركنات عليهم هاي صراحة لنصغرها نحطي باركنات بالطريقة هادي طريقة هادي ونصغرها حبة من هني بنسير على الحديقة بنسوي ممشى طريقة هادي ممشى هاي سبب هذا سر الفراغات اللي يسوي يوم الصبح ما بسوي ممشى هني شوي عبور الباركنج وممشى مكان في الوسط العبور الباركنج كفي خلنسحب هذا شوي باركنات يوم الصبح بالطريقة هاي وهذا بالطريقة هاي الطريقة هاي استوى عندهم شو هذا مد الحين يصير الشير ما نوينا الشير حول المكان هذا اللي ساكنين هني يعني المنظر اللي ساكنين الواقع يخدم كل شي ممشى ممشى بالتالي صار عندهم باركنات اللي هي مش صيدة بس اظنى عادي لانه شارع غلط صبر خلنا اغير الشارع شارع شارع بحشي شوينك شارع بحشيش upgrade 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 move tool خدا نحرك باركن شوية كي كنترول اتش هذا اوكي نظريا عندنا صار باركنات وعندنا دنيا ممكن نحطي هني شوية اشياء بس طف ممشكلة مش وايد مضايقيني النمائل ونه هذا بس نظريا عندهم منطقة سكنية يا الله هذا سكنات فلا لانه وايد وضايف خلونا نحطي سكنات ثانية يا جماعة الشرطة عندك الشرطة عندك يا مسلم الشرطة عندك خلونا نحطي سكنات ثانية حقهم مني بالشارع هذا نمد من بالطريقة هذه بنحطي السكنات مهندسين او او اي شي ياسي بطفون يعني بنحطي هذا ابعد شي نقدر نحطي بدخلهم في بعض شوي مو عليه يعني مو مشكلة هالشوي اللي داشتين في بعض ما اعتبره ما استوى ليش؟ لاننا محتاجين كمية سكنات حاليا وايد وضايف عندي ما عرف وصل ما وصل ما عرف طف لان عندي وايد وضايف شوفوا على طول هاي السكنات مفروض تتعبه مهم دامت تتعبه من جزء من خدمات هاي المنطقة لان منطقة صناعية بحطي هني رساكنك حطي هني رساكنك واحد والله بيركم بيرفكت لشكله يس شوفوا الخبصة اللي في المكان مش طبيعية ترى يعني خبصة خرافية خرافية بس المكان انا راضي عنه هذا شبه فل عندنا مصانع وايد وباقين لشي واحد فقط الحين هني هذي مصيبة ترى لك وتستوي ترى على المصنع مصنع شو أخبار رقع ينتج ترى هذي السوالة اللي يدخل لكم ملايين في عندي مطافي عندي كل شيء اذا ما يو والله ما عرفوا سوي شوفوا هني بعد يعني عندي كل شيء موجود في المنطقة يمكن تحتاجونه موجود بس المكان والله شوف شوف كيف شوف الخبصة اللي هني يشوفوا يا الله زحمة ها بسي لمشاكل انا عرف مرد عاستان الصح والله يا جماعة الخير ما في هني الا اني بشارع ربع شوارع وادقة بقريد هني بس حق هذا المكانه وعيب هذا عفوا عيب هذا ادق كنترول اس ما بطايع يرتب المكان اشوف لك كنترول اس تخلي لك رتب مزين اذا ما بترتب انا برتب حبا يمين حبا سيدة حبا بعد تقدر تروح سيدة انت بعد وانت تبقى تروح يسار يعني سيدين سيدة للمخازن عفوا البترول لاني يسار مفروض يمشوا شوي احسن بس زحمة هني لا يمكن تفاديها انا خلقت زحمة يعني خطيرة جدا دخلنا نمد مخرج ثاني حق هاي الجمعة اللي هني وهذا نسوي شارع كامل رئيسي اربع شوارع عساس يخدم المكان عفوا مش هذا نسوي شارع رئيسي يخدم المكان عساس ان يقدرون يطلعون انا بالطريقة هاي ما بيقدرون يطلعون ابدا ممكن اسوي شي ثاني مخارج كل مصنع مختلفة من ناحية بس الحين بتمشي الزحمة مفروض شوي افضل بس بعدها بيكون في زحمة كتب اسوي مخازن هني بس مخازن هناك رح يكون فكر سيئة جدا اهني ما عندي زحمة فاخلوني سوي الزحمة غصب نزين بعدها بنا قاد نحلم موضوع الزحمة عقب الهنقر كم حجمة والله يمديني احطي هنقر اهني وهنقر اهني من باب الشكل بس منتجات بترولية اويل يعني ما بال ما بسمية برميل والله يشل الصراحة بس هذا اللي الحين دا ما يفعلون لان هاي اللي بيبدون يبون العيد الناس بتبدأ توقف النص الشارع ويسوون الزحمة مابا هني استوريج مش فل قاعدين نستنزفه بس مش قاعدين يوصلون هني من الزحمة منتي انا وسعت الشوارع ترا ولازم يون من ورا انا ما عطانهم اي مجال ثاني اصلا لو عطيتهم مجال ثاني بيبون العيد والله هل نسوي هذا ميناء اوكي هذي بالطريقة هاي والله مش غلط بس هني توصيل تعبوان جدا بس حلو لا حلو الصراحة شكل المكان حلو يعني جميل صراحة بس مصانع البترول اللي ورا ما شوي زحمة فقط شبو انا جميل صراحة نراوي عن المكان المهم كان هذا فيديونا اليوم سوينا لبل فايف منطقة بترولية انا بنتطورها تراعنا وراها بدقون مصانع تراع على فكرة نشوفكم في حلقة خادمة مع الخير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته